كابتن ناجي بما أنك بتحب النادي الأهلي وعاشق للنادي الأهلي إيه رأيك في تعاقد النادي الأهلي مع مارسيل كولر بعد ريكاردو سوارش وتجربة غير جيدة مع النادي الأهلي وبعد كده في ظل وقت صعب جدا ويعني حتى التوقيت واختيار المدير الفني في ظل عدد كبير من السيارة الذاتية اللي عارضت على النادي الأهلي إيه رأيك في مارسيل كولر أعتقد أنه النادي الأهلي المراتي تروى بما فيه الكفاية في اختيار المدير الفني مدير الفني عنده خبرات سابقة مع منتخب كبير زي منتخب النمسا وبعدين حطوهم في الرانكينج اللي هو التوب تين التوب تين دي حاجة جمدة جدا يعني مش حاجة لأن فيه البرازيل والارجنتين وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا يعني ألمانيا فأنه يبقى موجود في التصنيف دوت فطبعا دي حاجة مهمة جدا و لا يستهام بها أعتقد أن شخصيته فيها يعني في البادي لانجيوش اللي أنا شفته في السوارش وفي الكولر مختلف يعني فيه هدوء وفيه اتزان وفيه يعني تقدروا بلغة الكرة خبرة واضحة بلغة الكرة قد تقول إيه معلم يعني خبرة واضحة آه فيه يعني خلفية أنه مثلا في مؤتمر صحفي يعني قاعد في مؤتمرات صحفية كبيرة جدا في بطولات عالم وفي بطولات أوروبا فمش مخدود ولا الآن يعني عنده عنده يعني خبرة كبيرة في أنه يتعامل مع كل سلة متوقعة أو غير متوقعة هو عنده الخبرة في أنه يمتص اللي بيسأل ويددي له للإجابة اللي هو عايزها بدون أفورة يعني بدون أفورة يعني ما يبقاش الرد فوق مستوى اللي هو المستطاع يعني يعني مثلا دايما كم مسترمان يقول لك ما فيش مدرب يضمن أنه حياخد بطولة أو يقول أنا حياخد بطولة صح قبل ما يخشها دايما دي كانت كلمته فهو برضو الراجل ده فيه حتة خبرة كده إن شاء الله يكون بداية طيبة ولكن دايما نتعلمنا من كلامك ومن كلام مسترمان ومن كلامك والفترة اللي كنا متوجدين فيها دايما مع بعض إنه في النهاية الملعب هو الحاكم ده أكيد يعني خصوصا إنه أي مدرب بيجي النادي الأهلي ما بيبقاش عنده حجة صح بيبقى عنده أدوات بيبقى عنده مجلس إدارة زي ما أنت شايف أولا على رأس مجلس إدارة حد كان أحسن لها في أفريقيا وعنده درعية كبيرة جدا في النحية الإدارية تدرج من عدو مجلس إدارة لأمين صندوق لنائب رئيس لرئيس فاشتغل في كل النواحي الإدارية وكذلك مجلس الإدارة هو اللي مختارهم بعناية جدا فلا بيوفروا يعني ساعت بقى أنا بحس أقول إيه كابتن اتدخل يعني اتدخل بقى دلوقتي فما يدخلش لأنه عنده مبدأ أنه كل واحد بيشتغل في المنطقة اللي هو شغال فيها وعنده الحرية كاملة حتى في اختيار الأجهزة المدرب بيجي أو لأنه عايز جهاز كامل فهو ما بيدخلش عشان لما يجي حاسب فأعتقد أن الفترة الجاية العيبة ارتاحت كويس مدرب خبرته واضحة جهاز فني يعني هو اللي مختاره وإن شاء الله تبقى بداية كويسة من السنة الجاية هل من وجهة نظر حضرتك يقدر يتأقلم سريعا على ضغط النادي الأهلي على جمهور النادي الأهلي وضغطه لا ما هو الفرق بين سوارش و كولر إنه السوارش يشتغل في نص الجدول التاني يعني جيل فاسنتي نادي زي مثلا مش عايزين نضرب أمثال بأسماء يعني في نص الجدول التاني يعني عمره ما هيطلع للتوب فور لكن هيبقى دايما من الموجودين يعني مكتهد وكل حاجة بس في المنطقة دي لكن ده في كاس أوروبا وكاس عالم يعني قصة تانية ففيه فرق فيه فرق في الرياكشنز يعني في ردود الأفعال فهنا كنا قلقانين لأنه كنا شايفين يعني ردود الأفعال بتاعت حد زي مبتدئ يعني يعني مثلا إسلام الشاطر كان ماسك مثلا فرقة في المركز الحداشر وجيه رح ماسك التاني الدوري أو أول الدوري فهو متعود يتعامل بطريقة معاينة في الحتة اللي هي دي وبعدين فجأة لقى نفسه في الحتة التانية فممكن يكون كان شاطر جدا وكان هينجح لو الظروف كانت تهيئت له بشكل أفضل لكن إجمالا الفرق واضح جدا بين سوارش وكولاريان طيب طيب